حقق الفيديو الذي نشره النجم المصري محمد صلاح بشأن غزة رقما مهولا في عدد المشاهدات وجاءت ردود الأفعال حول مضمونه متبينة بين منتقد ومرحب وبعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب عدم إظهار موقفه من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان غزة خرج النجم المصري عن صمته ونشر محمد صلاح مقطع فيديو مدته خمسون ثانية حقق إلى غاية صبيحة الخميس مائة وثلاثة عشر مليون مشاهدة على منصة اكس تويتر سابقا وتطرق نجم ليفربول في مقطع الفيديو إلى الوضع الراهني جراء الحرب كما وجه رسالة إلى قادة العالم من أجل تسهيل تقديم المساعدات إلى سكان غزة وقال صلاح ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب لا يمكن تحمل وطيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها وأضاف يجب أن تتوقف المجازر فالعائلات تتقطع أواصرها يجب السمح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا يمر سكان غزة بأوضاع مزرية بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى وتابع يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا أناشد جميع قادة العالم للتكاثف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء الإنسانية يجب أن تسد وكان مضمون مقطع الفيديو صادما للكثير من المتتبعين الذين أعابوا على محمد صلاح عدم إعلانه الصريح لتضامنه مع القضية الفلسطينية وعدم إدانته لجرائم الاحتلال الصهيوني وجاء في الكثير من التعليقات أن صلاح صمت دهرى ليسوي بين الجلد والضحية بما أنه اختار موقف الحياد كما أكد معلقون من رواد التواصل الاجتماعي أن رسالة صلاح المنتظرة منذ بداية جرائم الاحتلال الصهيوني كانت لطيفة ومهذبة وديبلوماسية إلى حد بعيد وفي المقابل دفع الكثير من المعلقين على محمد صلاح وأكدوا أن محتوى رسالته هو أقصى ما يمكن أن يقوله بما أنه يلعب في بلد أعلن عن تضامنه اللامحدود مع الاحتلال الإسرائيلي وقال آخرون أن صلاح معروف بمواقفه مع العرب والمسلمين وأن دعمه دائما يكون بالفعل وليس بالقول ترجمة نانسي قنقر